فينظر النبي فيقول إن من أمتي من أدخله الله النار يا رسول الله حتى أهل النار حتى الذين عصوا إن من أمتي من أدخله الله النار وإني سأشفع عند ربي حتى يرحمهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأذهب تحت عرشه وأسجد وأقول يا رب إن من أمتي من أدخله النار اللهم إني أستشفعك فيهم فيقول النبي فيقول الله يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا يعني حدد لي عدد ويقول اذهب وأخرجهم من النار يقول فأاتي وأحد الحد وأخرج من أمتي من أخرجه أنا بذكر لكم يوم القيامة وش علاقتنا بالنبي في الدنيا نعرفها وش علاقة يوم القيامة بالرسول عليه الصلاة والسلام الآن الأرض كل من عليها فان أول من ينشق عنه القبر منه منه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأول من ينشق عنه القبر أنا ليش ينشق القبر أول واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا إذا خرجنا يوم القيامة من قبورنا يكون الرسول أمامنا كأن الرسول يقول اطمئنوا إذا خرجنا يوم القيامة من قبورنا يكون الرسول أمامنا كأن الرسول يقول اطمئنوا راح تلقوني قدامكم عشان إذا بعثر ما في القبور اطلعت الناس دور فإذا شافت الرسول اطمئنوا الحمد لله الأمان موجود وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم وهم يستغفرون فإذا شاف الناس الرسول يروحون يركضون كم يقف الناس يوم القيامة كم سنة خمسين ألف سنة واليوم الواحد كألف سنة مما تعدون الناس يصيبها عرق وتعب وعطش فيروحون للنبي عليه الصلاة والسلام أول شيء يروحون إلى آدم يا آدم اشفع لنا عند ربك الحديث معروف وش يقول آدم نفسي نفسي يروحون إلى من نوح نفسي نفسي جميع الرسل الأنبياء حتى يأتون عند عيسى يقول عيسى اذهبوا إلى محمد فإنه نبي له دعوة لا ترد ما من نبي إلا له دعوة جميع الأنبياء عجلوها إلا النبي ادخرها لأمته صلى الله على محمد صلوا عليه وسلم والله أن الرسول يحبنا يا حبيبي يا رسول الله دعوتك كان دعى طيب الفاطمة ودعى الأهل بيته لكن ادخرها الدعوة لأمته لأنه يحبنا صلى الله على محمد يحب أمته فجاء يوم القيامة فإذا وقف الناس هذا اليوم وهذا المشهد هو المشهد الوحيد على الكرة الأرضية منذ أن خلق آدم اللي تجتمع كل الأمم على رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم اللي يجون مون فقط أمته أمة آدم أمة نوح أمة موسى وأمة عيسى جميع الأنبياء يا محمد اشفع لنا عند ربك فقد أهلكنا العطش والجوع وقد أحرقتنا الشمس وازداد العرق فيقول النبي أنا لها أنا لها اسمعوا الرسول كيف يصف المشهد ترى كل هذا محبة فينا يقول فأتقدم فأكون على يمين العرش فأسجد تحت عرش الرحمن في موضع يخبطني عليه الأنبياء والرسل فأحمد الله بمحامد لم أحمده بها من قبل فأستشفع فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيستبشرون الناس فيقول النبي يا ربي أمتي أمتي أول من يشفع لأمته يقول فيعرض علي السواد عظيم فوق يقول فأنا أظر السواد أقول هذه أمتي يقال لا ويجي سواد ثاني هذه أمتي يقال لا يعني أمة آدم أمة نوح أمة يقول فأرى سواد عظيم فوق وألتفت فوق أقول إذن هذه أمتي فيقال لا هذه أمة موسى ولكن انظر إلى ما هو أعلى منها يقول فأرفع رأسي فأرى السواد عظيم فإذا بها أمتي فيقال هذه أمتك ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة من غير حساب ولا عدد فيستبشر النبي عليه الصلاة السلام أرحين واكفين الناس ما بعد تم الحساب وعطشانين شوفوا حب النبي اللهم صلي على رسول الله وارزقنا حسن اتباعه فيأتون الناس إلى النبي يا رسول الله عطشا يقول فينصب لي منبري إذا دخلتم الحرم شفتوا منبر المنبر ينصب هذا المنبر على حوضي الحوض الناس يرونه مد البصر لونه أبيض أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل الأكواب اللي يشرب فيها الناس كعدد نجوم السماء يقول النبي فأقفوا على الحوض كرى الحوض عليه منبر المنبر هذا يوم حمل النبي راح إلى شهداء أحد ورجع مريض عند بقيع الغرقة وكان ليلة عند ميمونة ودخل عند ميمونة وكان مثقل يعني تعبان عليه الصلاة والسلام فقال يا ميمونة اجمعي لي صويحباتك الحريم كلهم زوجاتي واجتمعنا زوجات النبي كلهن عند ميمونة ثم قال إن ليلة اليوم عند أختكن ميمونة وإني أستأذنها ميمونة هتأذنين لي لأن ليلتها هذا العدل هذا العدل الحقيقي لأن من تزوج بامرأتين الله يعني المدينة ما تأخذون على وحدانتم ها يعني ما يحتاج أتكلف في ذا الموضوع من تزوج بامرأتين وماذا لإحداهن جاء يوم القيامة وشقهما قال الرسول استأذنتها أتأذنين لي أن أمرض عند عائشة فأذنت وأذن النساء ثم شالوا الرسول الصحابة العباس وعلي وطلعوا به من حجرة ميمونة إلى حجرة عائشة يوم طلعوبه شافوه الناس يحمل وانتشر في المدينة أن الرسول مريض مريض أغلى الناس عندنا لو لا قدر الله قالوا لك أبوك ولا والدتك ولا إنسان له قدر عندك مريض يمكن ما تنام الليل فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا الناس عند بيت حجرة عائشة سمعوا الرسول الصوت قال ما هذا الصوت يا عائشة قالت هؤلاء أصحابك علموا بمرضك فاجتمعوا خافوا عليك قال يحملوني يحملوني إليهم شوفوا القلب والله النهر رحيم صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص ترى ما تحتاج تفسير حريص معناها من الحرص حريص عليكم ايش بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم ما عاندتم بالمؤمنين رؤوف رحيم الرسول حريص على أمته يوم صعد المنبر قال أيها الناس بلغني أنكم خفتم علي أيها الناس إن موعدي ليس معكم في الدنيا هنا لكن موعدي معكم في الآخرة والله لكأني أراكم ومنبري هذا على حوضي يقول أنا كأني أشوفكم الآن ومنبري هذا بيكون على الحوض ثم الناس خافوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا واحد يتكلم ثم جلس يقول لهم لقد أنزل الله علي إذا جاء نصر الله والفذل وبدأ يتكلم وكأنه يودع الأمة قاموا الصحابة يعني الصحابة في هدوء وصمت الوحيد اللي يتكلم أبو بكر قام أبو بكر وقف طبعا هذا مشهد غريب يعني من يقاطع النبي قال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فداك الولد فداك الزوجة فداك المال فدتك النفوس تفتح الناس اجلس يا أبو بكر قاطعت رسول الله هنا غضي بالنبي قال أيها الناس دعوا لي صاحبي ولا ترفع أصواتكم عليه كل جل أبو بكر خط أحمر والله ما منكم من أحد له فضل علينا إلا كافأناه في الدنيا إلا أبا بكر فإني تركت جزاءه على الله كل الأبواب تغلق إلى المسجد إلا باب أبي بكر دعوا لي صاحبي ما فهم أحد الرسول اللي هو هذا الصديق له مكانة عظيمة ولذلك الرسول يوم القيامة يقف على هذا الحوض أنا أبغاكم تتخيلون أستاذ إبراهيم والشيخ عبد الرحمن والبقية تخيل الآن أن الرسول يقول لك تعال أنت يا إبراهيم تحديدا اشرب وانت يا عبد الرحمن وانت يا سعد وانت يا زيد أسألكم بالله استشعروا هذه اللحظة العظيم وش راح يكون موقفك والرسول يناديك في عطش يوم القيامة ثم إذا جيت عنده تبغى تأخذ كأس كوب تشرب يأخذه منك يقول لا إنما أسقيك بكفي شربة لا تضمأ بعدها أبدا اللهم ارزقنا منه شربة لا نضمأ بعدها أبدا يا رب وكل من حضر معنا من إخواننا ومن يشاهدنا ومن يسمعنا شربة لا تضمأ بعدها ويسقي الناس طيب الحساب ما تم يا رسول الله استشفع لنا عند الله فيشفع ثم يبدأ الحساب الحين شوفوا المرحلة الثالثة الأولى شفع الثانية سقى الثالثة بدأ الحساب وفي ناس تمر على الصراط كلنا وإن منكم إلا إيش واردها الرسول يوقف على الطرف الصراط ما خلانا ما قال خلاص الحساب بدأ أنا موقف وكل واحد ياخذ جزاة الرسول يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم اللهم أمتي اللهم أمتي ثم يمر الناس يشوفهم النبي اللهم سلم اللهم سلم لين يمرون إذا طلعوا واطمئن أن الناس واطمئن أن الناس مشوا على الصراط راح للطرف الثاني اللي هو الطرف اللي عند باب الجنة يا جماعة والله العظيم أن الرسول يستحق مننا الحب والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم جب لي إنسان في الدنيا له فضل عليك مثل فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويجتمعون الناس يقول النبي إن الجنة لها ثمانية أبواب وإن بين مصر عيها بين مساكة البيبان كما بين السماء والأرض وإنه والله ليأتين عليه يوم وعليه زحام من كثرة الناس عند باب الجنة فالناس واقفين عند باب الجنة من فتح الباب والأنبياء واقفين آدم ونوح موسى وعيسى وإبراهيم والزكريا ويحيا فإذا أقبل النبي وهم يستشفعون آدم أنت ما شفعت لنا في الحساب اشفع لنا يفتحنا باب الجنة قال اذهبوا إلى نوح نوح نبغى ندخل الجنة ننتظر الجنة هذه طيلة أعمالنا وفي القبور مئات السنين وآلاف اذهبوا إلى فلان ثم يأتون إلى النبي يا رسول الله اشفع لنا فيقول النبي إن الله قد أذن لي أن أطرق باب الجنة فيطرق الباب متخلين صوت الباب استشعروا فإذا بخازن الجنة منه رضوان من قال محمد عليه الصلاة والسلام قال لك أذنت أن أفتح فتفتح باب الجنة ويبدأ الرسول يدخلنا واحد واحد ياخذك يا إبراهيم ويا محمد ويا فهد ويا خالد ويا منيرة ويمسكك حتى يهديك ويدخلك إلى قصرك اللهم لا تحرمنا من هذا الموقف يا رب العالمين هذا مشهد عظيم طيب خلاص طيب دخلنا الجنة تهينا لا فينظر النبي فيقول إن من أمتي من أدخله الله النار يا رسول الله حتى أهل النار حتى الذين عصوا إن من أمتي من أدخله الله النار وإني سأشفع عند ربي حتى يرحمهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأذهب تحت عرشها وأسجد وأقول يا رب إن من أمتي من أدخلته النار اللهم إني أستشفعك فيهم فيقول النبي فيقول الله يا محمد ارفع رأسك ويحد لي حدا يعني حدد لي عدد ويقول اذهب وأخرجهم من النار يقول فآتي وأحد الحد وأخرج من أمتي من أخرجه ثم يقول أدخلهم الجنة ويبقى عدد فأشفع مرة ثانية فيحد لي حد فأخرجهم وأدخلهم الجنة يقول أربع مرات يقول فأستحي من ربي وأسجد مرة خامسة فأقول يا رب إن من أمتي من أدخلته النار فيقول الله يا محمد ارفع رأسك واذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا إله إلا الله يقول فآتي وأخرج منهم ثم أذهب المرة السادسة فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة يقول فأذهب حتى يقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان يقول فأخرج ما شاء الله من أمتي حتى يدخلون الجنة ثم إذا أردت الدخول خلاص ألتفت فإذا برجل يلحق بي والملائكة تخاطفه يلحق الرسول يبغي يدخل الجنة والملائكة تسحبه فيقول النبي يا رب إنه من أمتي فيقول الله له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك أحدث يعني غير بدل أبدع يعني بدعة ابتدع قالوا سحقا سحقا فيأخذ إلى النار هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فدروا لشفاعة يوم القيامة من يستحقها قال أبو فرير كما في البخاري من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله قال من قال اسمعوا من قال لا إله إلا الله وش رأيكم نقول لا إله إلا الله قلوها قلوا لا إله إلا الله أهنئكم بشفاعته من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم طيب دخلنا الجنة أنتهى لا يقول النبي الآن في الدنيا ما من مسلم يصلي عليه اللهم صلي على محمد إلا رد الله لي روحي فأرد عليه السلام محمد فهد رهيم حازم خالد الآن صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام رد النبي الآن عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه وفي رواية ما من أحد يصلي علي إلا قيض الله ملكا يرد عليه سلامي يرد عليك السلام هذا شرف شرف عظيم أن تصلي على النبي وأنت في المدينة في الرياض في مكة في أمريكا في أفريقيا في أقصى الدنيا ويصلي عليك صلى الله عليه وآله واصحابه ترجمة نانسي قنقر